خلينا أبتدي لكن في كتير ناس تنكر الخطيئة الأصلية أنه الإنسان لا يتورث الطبيعة الخطاءة منهم أو كثير من المسلمين البعض طبعا يؤمن لكن كثير من المسلمين مثلا يرفض فكرة أنه الإنسان مولود خاطئ أو يعني مولود في الطبيعة الخطاءة الفكرة جسيس نظري حضرتك ذكرت يمكن ثلاث نظريات موجودين على الساحة في القديم عمله مقارنة بين بلاجيوس واغستينوس والمذهب الثالث اللي سموه في القديم شبه البلاجي أو يعني اللي هو واخده الفكر الأرميني نفسه فهنا الثلاث نظريات دول اللي موجودين والنظرية اللي موجودة أنا مش هتكلم عن نظريات بقدر ما أتكلم عن فكر الكتاب إيه النظرية اللي بتديني الفكر الكتابي لأنا ما همنيش لأن كل إنسان ممكن يغلط أغستينوس رغم أن الفكر بتاعه فكر كتابي رائع لكن أنا مش بقله لأغستينوس ولا فلان ولا لأن إحنا مش بنقله بشر لكن أغستينوس والفكر بتاعه ركز تماما على الكتاب المقدس وأغستينوس إدانا معنى للفكر المسيحي الفكر الكتابي لخص الفكر ذا جال أن الله أصلا الله خلق الإنسان أصلا على صورته في المعرفة والقداسة مختارا خالدا الدال السلطان صلته على الخلاق يعني لما أنا أجرى تلقيص لفكر أغستينوس أنا أحس أن أنا ما أجرى الكتاب المقدس لأنه فعلا الله خلق الإنسان على صورته ده اللي بيقول الكتاب المقدس صلته موجود ده في سفر التكوين أصح واحد آدم تركه لحرية إرادته لأنه أخطأ آدم أخطأ إلى الله باختياره حين جربه إبليس فسقط من الحال اللي خلقه الله عليها آدم كان في القداسة مجرد أنه هو أطاع الشيطان أطاع إبليس وتعدى وسيط الله ما بجاش خلاص الخطيئة فصلت بينه بين الله نشأ عن معصية آدم ضياع الصورة الإلهية وفساد طبيعاته كلها وعاجزه وأصبح عاجز حتى أن يكون لي شاركة مع الله أصبح قابل للموت جسديا وعرضة للموت وعرضة وبنشوف كل اللي إحنا فيه من شر ده كان نتيجة لخطيئة آدم بعد كده إحنا بنشوف آدم مش بيمثل نفسه ده الكلام اللي قال لأغسطينوس بيمثل الجنس البشر وده موجود في الكتاب المقدس الفساد ده خلاني أنا كابن لآدم أو ممثل في آدم لأن آدم بيمثل الجنس البشري بولت في الخطيئة وبنشوف كده مزمور 51 النبي داود بيقول أنا زي بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت به أمي فهنا ضاع البر الأصلي وفسدت الطبيعة فأصبحت الطبيعة فسدها حتى أن الرسول بولوس عبر عنها بالكلام بتاعه وجال أني لما حاول أفعل الحسنة أجد الشر حاضر عندي فبنشوف لأن دي طبيعة الإنسان فسدت ده ملخص كلام أوستينوس عكس ده بيلاجيوس اللي هو بيشوف أن الإنسان مش بيتأثر بخطيئة آدم هو بس آدم كان مثل سيء لكن الإنسان يقدر يتغلب على الخطيئة ودي الكارسة يقدر يتغلب على الخطيئة بعمل الخير فإذا كان يتغلب على الخطيئة بعمل الخير فما لزوم كفارة المسيح